كورونا من جديد وهذه المرة بسلالات جديدة أهمها الدلتة التي تغز العالم ومن بينها الأراضي الفلسطينية فمنذ عدة أشهر لم يكن هناك قرارات جديدة بإغلاق مناطق فلسطينية نتيجة انخفاض أعداد المصابين بالفيروس وانحصاره لما يقارب أقل من عشرين حالة إصابة يوميا لكن ناقوس الخطر بدأ من جديد حيث تم تسجيل ما يقارب تسعة وأربعين حالة بالطفرة الهندية المتحورة الأمر الذي دفع محافظة جنين إلى إغلاق قرية عانين في المحافظة التي سجلت إصابات كثيرة بالفيروس هذا ولا يختلف الأمر عن دولة الاحتلال التي أعادت ما يسمى بكابينة كورونا إلى الواجهة من جديد وأرجعت بعض القيود حتى على متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا إضافة إلى منع التجمعات وفرض قيود على المؤسسات المغلقة حيث تم تسجيل مئات الإصابات بالفيروس المتحور ويتخوف الفلسطينيون من عورة الإغلاق مرة أخرى إلى السوق الفلسطيني الذي يعاني من أزمات اقتصادية عدة حيث إنه لم يتعافى بعد من الآثار السابقة التي دفعت العديد من المؤسسات والشركات الصغيرة إلى إعلان إفلاسها وإغلاق أبوابها في ظل تأثير الاحتلال أصلا على السوق الفلسطيني